ألمحوا لكورونا موقف آخر كورونا تعصف بإدلب وبهيئة تحرير الشام قرار حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة والقاضي بإغلاق المساجد خشة تفشي الفيروس أكثر عجل في انشقاق أبرز سقور التنظيم وفي حسم أمرهم بمفارقة الجولاني القياديان أبو مالك التلي وأبو الفتح الفرغلي وبسام صهيوني رئيس مجلس الشورى أول الواصلين إلى لائحة الاستقالات من الهيئة قبل أن تصلهم سكاكينها مع تصاعد حديث عن خطوات يتخذها الجولاني لنبذ التشكيلات المناهضة له وبقرار تركي إذن لا عزاء لحلفاء الأمس ولا إمارة تعقد لهم في إدلب عشرات الاجتماعات للجولاني مع الهيئة الشرعية حسمت بهزيمة تيار القاعدة في الهيئة وإجبار ممثله على الانكفاء وإشعال الاجتباك السياسي داخلها الأتراك أشعل النار ضمن أعضاء الهيئة عندما وافق الجولاني على الاتفاق الروسي التركي الذي نص على تسير الدوريات على طريق الانفار وانتظاهر بعكس ذلك وبدأ بالتحريض على حراس الدين للانتقام من قادته الذين انشقوا عنه سابقا مصادر في ريف إدلب أكدت للميادين أن معظم المعتزمين على الطريق يتبعون لأنصار هيئة تحرير الشام دفعوا للاعتصام وإغلاق الطرق أمام الدوريات مقابل مساعدات غذائية ومالية واتهام حراس الديني بذلك الجبهة الوطنية للتحرير التي تألفت من ائتلاف فصائل أخوانية أحد الفصائل التي أدرجتها النصر أيضا على لائحة العزل تمهيدا لقتالها واعتقلت مجموعة كبيرة من مسلحيها بينهم قيادات بذريعة مساندتهم للجيش التركي في فضل اعتصام المتظاهرين على الطريق الدولي قبل أن تصل قوة من الجيش التركي وتخرجهم من سجن النصر أكثر ما يريده الجولاني هو إبراز نفسه كقوة ضامنة للتفاق الروسي التركي والسيطرة الكاملة على إدلب لكن وجود حراس الدين كتنظيم قاعدي يعرقل مخططاته ويهدد بانشقاقات كبيرة عن الهيئة لرفض معظم مسلحيها الدخول في أي قتال ضد التنظيم ديما ناصيف دماشق الميادين